ومنه مما يقع من الناس في التبرق باستماع القرآن أن منهم من يجعل رانين هاتفه آيات من القرآن الكريم فإذا اتصل به متصل خرجت هؤلاء الآيات لينتبه إلى الاتصال والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن ليكون منبها للخلق بنداء بعضهم بعضا وإنما أنزله لمقاصد مشروعة من التذكر والاتعاض والاعتبار والهداية والانتفاع إلى غير ذلك